اكدت روسيا ان العمل ليجري على قدم وصاق لاعداد لائحة المشاركين في مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتي نهاية كانون الثاني المقبل وحددت وزارة الخارجية الروسية صف مشاركة المعارضة في المؤتمر بالتخلي عن فكرة رحيل رئيس النظام بشار الاسد عن السلطة مشيرة الى ان روسيا لن تسمح باستخدام ساحة سوتي من اجل رفع الشعرات حول عدم مقبولية بقاء الاسد في السلطة لان ذلك سوف يؤكد رغبة المعارضة في استمرار النزاع في المقابل رفضت الجبة الجنوبية التابعة لجيش السوري الحر مؤتمر سوتي واعلنت مقاطعته واعتبرت كل من يحضر هذا المؤتمر بمثابة عدو للشعب السوري وثورته وذكرت بان كل الجولات المفاوضات من جونيف الى استانا اثبتت عدم جدية نظام الاسد وتنصوله من كل الاستحقاقات الدولية حيث كان يعمل على كسب المزيد الوقت ليستمر بقتل وتهجير مدنيين من اراضيهم بدعم روسي وايراني الذين بالاساس هم شركاء معه باراقة الدم السوري في غضون ذلك اعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان بلاده تعمل مع روسيا في سبيل اجلاء نحو 500 شخص من ضاحة الغطة الشرقية المحاصرة في ريف دمشق واشار انه ناقش الموضوع مع نظيره وتريد انقر نقل من يحتاجون للمساعدة تركيا لتوفير العلاج والرعاية لهم